موسيقى أهلا بكم تشاهدون في حلقتنا لهذا الأسبوع مواضيع متنوعة من أماكن مختلفة من مهرجان ربيع ولاية اشتايا مارك النمساوي بتبدأ جولتنا إلى مقهى الكروان في غزة مرورا بكهف العاصي بعمان على عالم من حولنا وحلقة جديدة موسيقى أهلا بكم من جديد ربيع ولاية اشتايا مارك وفترة سحرية من الألوان المذهلة للطبيعة والرقصات والحفلات الفلكلورية أحد مهرجانات الربيع المتعلقة بها الولاية يقيم في فيينا للتعريف فيها وبسحرها وجاذبيتها التفاصيل بهالتقرير موسيقى تتنوع تضاريس النمسا بين سلسلة جبال الألب ذات القمم العالية المغطاة بالثلوجة والتلال والسهول المنبسطة هذا التنوع جعلها تمتاز بطقس تتباين فيه الفصول الأربعة موسيقى بعد شتاء طويل وقاسي تبدأ الفعاليات والمهرجانات مع حلول الربيع كمهرجان ربيع اشتايا مارك الذي يقام وسط مدينة فيينا موسيقى موسيقى ستيريا أو ما تعرف محليا باسم شتايا مارك هي إحدى المقاطعات التسع التي تتألف منها النمسا وتقع بالجهة الجنوبية الشرقية للبلاد موسيقى يطلق على هذه الولاية اسم قلب النمسا الأخضر كونها منطقة ريفية تحتوي على العديد من الغابات الخضراء كما تنتشر فيها كروم العنب ومزارع التفاح بشكل واسع وتتنوع فيها الزهور وعلى رأسها الزنبق في فصل الربيع تنقلب المنطقة إلى جنة خضراء تحفها الأنهار والبحيرات موسيقى موسيقى وطبيعة هذه المنطقة السياحية بالإضافة لعرض موروثها الثقافي التي تشتهر به يلبس المشاركون بالمهرجان بالإضافة إلى بعض الزوار اللباس التقليدية فترتدي النساء ثوبا يدعى درندل بينما يطلق اسم ليدرهوزي على اللباس المخصص للرجال ومن ضمن فعاليات المهرجان هناك شرح كامل للباس واختلافه بين منطقة وأخرى كما تختلف الألوان بحسب العمر والحالة الاجتماعية موسيقى موسيقى إنه اللباس التقليدي في النمسا عموما وفي ولاية استيريا على واجه الخصوص الزي قديم جدا ويعود إلى القارن الرابع عشر وقد أدرجنا هذه الموديلات بالإضافة إلى الموديلات الحديثة في مجموعتنا التي ننتجها في المصنع أود أن أقول إن هذا الزي نوعا ما عائلي ويمكن ارتداؤه ليس فقط في الأعياد والمناسبات بل أيضا في الأيام العادية هناك العديد من الموديلات بألوان مختلفة منها الشعبي أو الفلكلوري المخصص للمناسبات وهناك موديلات تلبس مع الجينز للأيام الأخرى موسيقى تعتبر ولاية شتيامارك من أهم المناطق السياحية في النمسا وتحتوي على مزيج رائع من سحر الطبيعة وعراقة التاريخ فمن المناظر الجبلية الرائعة إلى البحيرات والوديانة التي تحولت إلى ممرات مائية وشلالات تجذب عددا كبيرا من السياح سنويا كما تحتوي على قلاع وقصور أثرية وفيها مكتبة تعد ثامن عجائب الدنيا لأهميتها وندرة مخطوطاتها وبما أن المنطقة ريفية فإنها تشتهر بالزراعة وتنتج أنواع عدة من المحاصيل كالعنب والتفاح كما تنتشر فيها الصناعات اليدوية كالصناعة سلال القش حيث يعتمد الحرفيون فيها على تقنيات مشابهة لتلك المستخدمة في أجزاء أخرى من العالم حيث يجفف الخيزران من ثم يقطع بأدوات مصنوعة يدويا ويرش بالماء لتسهيل عملية الغزلة ينتج الحرفيون سلالا يستخدمونها في جني محاصيلهم وتخزينها نحن نصنع سلال القش من أنواع عدة من النباتات كالصفصاف والخيزران حيث نقوم بتجميع الأعواد وتجفيفها ثم نقطعها على حسب قوتها إلى ثلاث أو أربع أقسام من ثم قبل الغزل ننقعها بالماء لتصبح قابلة للطي إنها حرفة يدوية تقليدية في ستريا وبورغين لاند وقد اعتاد المزارعون هناك على استخدامها ويفضلونها على السلال البلاستيكية التقنية المستخدمة في الصناعة مشابهة لتلك المستخدمة في جميع أنحاء العالم مع اختلاف بالمواد المستخدمة لا تزال الموسيقى في النمسا تشهد على الدور العريق الذي لعبه هذا البلد في الموسيقى الكلاسيكية عبر العصور وحتى الآن مبنى الأوبرا وقاعات الحفلات الموسيقية في كل أنحاء البلد والأعمال الخالدة للكثير من الفنانين العظماء فالنمسا كانت موطنا لبعض من أهم الملحنين الموسيقيين في التاريخ مثل موتسارت وجوزيف هايدن وفرانس شوبر وخلال فترة حيات هؤلاء الملحنين كانت فيينا معروفة على أنها عاصمة الموسيقى في العالم لذلك من الطبيعي أن يكون أكثر ما يميز المقاطعة ويظهر هويتها الثقافية هي الموسيقى الفلكلورية التي تعزف في المناسبات والأعياد وترتكز هذه الموسيقى بشكل أساسي على آلة الأوكريديون إلى جانب الآلات النحاسية النفخية بالإضافة للجيتار عروض عدة قدمتها فرق فلكلورية معروفة بالإضافة إلى العروض الموسيقية الكوميدية التي تظهر الروح الجميلة بسكان ولاية شتايا مارك نحن نقدم هنا في هذا المهرجان في العاصمة النمساوية فيينا الموسيقى الشعبية لولاية ستيريا هذه الموسيقى هي أحد أوجه الهوية الثقافية للمنطقة نحاول من خلال أغانينا الشعبية أن نجذب السياح لزيارة ولايتنا إنها رائعة جدا وتستحق الزيارة أأمل أن يعجبوا بما قدمناه لهم موسيقى عشرات الآلاف زاروا المهرجان على مدى أربعة أيام منهم النمساويون الذين يعشقون الحياة الريفية فوجدوا في هذا المهرجان فرصة لزيارة الريف في قلب المدينة وآخرون سياح يبحثون عن الأماكن النمساوية الخضراء المحفورة بمخيلتهم يقوموا بزيارتها لاحقا ترجمة نانسي قنقر خمسة آلاف قطع أثرية بتعود إلى العهد الروماني والبيزنطي وغيرها معروضة بأحد أعظم كهوف الأردن اللي تم اكتشافه عام 1986 الكهف هو عبارة عن أروي قود دهاليز أضافوا للرومان صالي واسع خلونا نرافق أمير عبد الباقي بجولة داخل هالكهف على مقربة من العاصمة الأردنية عمان عصلتنا طرقات بلدة اليدودة إلى أحد أكثر الأماكن إثارة في المملكة يضم عبق التاريخ وأصالة القرن الماضي عشق الأثار وهواية جمعها من أجل الحفاظ على حضارة اليدودة قادت عاصي أبو جابر إلى اكتشاف أعظم كهف عرفه الأردن قرب منزله كهف يقص بالفعل حكاية سنين غابرة مرت عليها حضارات وعصور مختلفة بمجرد أن تطأ قدمك كهف ومتحف عاصي الذي تم اكتشافه عام 1986 تصادفك في ساحته الخارجية تماثل ومجسمات قديمة لكل منها روايته أعمدة استخدمتها الممالك القديمة في قياس المسافات وأدوات أخرى في طحن الحبوب وعصر الزيتون تعود لآلاف السنين ولكن هذه الساحة بداية مشوار قد يصيب الزائر بالدهشة كهف العاصي طبعاً إحنا موقفين حالياً بالساحة الخارجية اللي بتحتوي على خمسمائة قطعة أثرية بتعود لمختلف الأصور القديمة عمارة بتتراوح من 2000 عام إلى 3000 عام لقبل الميلاد كهف العاصي وعبارة عن متحف تاريخي شامل لعدة حضارات تم تنسيقها من قبل والد لنعربها في هذا الكهف للزائر زي ما حكينا بمختلف شرائح الناس يتجعون التوجه من ساحات متحف الكهف الخارجية نزولاً عبر هذه السلالم القديمة يضعك أمام مساحة هائلة تقدر بألفي متر مربع في كل متر منها آثار قديمة تعود إلى العصر الروماني والبيزنطي والحديدي وغيره من العصور منها ما تم اقتناؤه وأخرى كانت موجودة داخل الكهف قبل اكتشافه كهوف أبو جابر كهوف العاصي مساعدة 2000 متر مربع تحت الأرض بالإضافة إنها في لها 38 فتحة تهوية تسمى روزنة لإدخال الأكسجين والشمس داخل الكهوف اليوم رح نشوف 4000 قطعة أثرية تراثية ورح أكون في بداية هذا الشيء مع القسم التراثي وقسم الأباء والأجداد بعوذ القرن الماضي إلى 150 سنة لغاية 170 سنة وآسا رح نشوف معك القسم هذا الواحل الدراس اللي كان يستخدموها لقرن الماضي بتعود هاي أعمارها 140 عام 150 عام اللي كان يستخدموها في الزراعة في الحصاد للقمح والمذراء والشعوب والقبان اللي موجود عندنا بالقسم التراثي من الخشب هذا ما بخلي هاي الشغلة نادرة جداً موجودين بخدمة هذا المكان وخدمة الوالد نحافظ على أثار بلدنا وراث أردن الحبيب في ظل القيادة الحشمية المعظمة الكائف هذا طبعاً هذا يعني كله جهد شخصي طبعاً هذا الدرج بالنسبة للدرج هذا اكتشابه كان 1986 طبعاً وكان عبارة إشارة على الصخر وقعدت حوالي ست أشهر وأنا أدور عباب الكائف حتى وجدته وهو الانطلاف لباقي الكوب تساؤلات كثيرة تجيبك عليها أكثر من خمسة آلاف قطعة أثرية على تنوعها فمنها مجسدة الآلهة التي عبدت في عصور ما قبل الميلاد بينما آلاف هذه المستحثات هنا تعود لمخلوقات حية تحجرت منذ ملايين السنين مدحف في واقع الأمر هو الأول من نوعه تحت الأرض والذي جمع بين التحف التراثية والآثار القديمة بالنسبة للغرف الحجر الفازلتي عبارة عن رغوص رومانية يونانية بيزنطية وفي منها اللي كانت محطوطة من الرفاية هي عبارة عن آلهة كانت ما قبل الإسلام كان يتعبدوها بعدين انتوا رحتوا على قسم الرحة والأجران اللي كانوا يصحنوا فيها العشاب مشان الأدوية مشان رصع الزتون والقسم اللي احنا الموجودين فيه حاليا هي عبارة عن تمثير رومانية يونانية عصر بيزنطي عصر نبطي عصر حديدي وعدة عصور غاملين موسيقى أرميقة ودهاليز متفرقة وعديدة إضافة إلى صالة الكهف الواسعة التي استحدثها الرومان بناء على تصريحات الخبراء إضافة إلى عشرات فتح الثهوية تجعل من الزائر وكأنه في مدينة تحت الأرض تضم قصص اضهاد عانى منها المسيحيون وأخرى لأعوام من الازدهار طبعاً هاي رمز السمكة اسمها أخته سادي على زمن اللي اضهاد المسيحيين من قبل الرومان كان رمز بدال الصليب كان عبارة عن سمكة هو كعف بمثابة مدرسة يقصدها الطلاب ومعلم تاريخي يجذب السياح منذ أن تم اكتشافه ليتعرف الطلاب من خلاله على حضارات الأجداد وتراث موطنهم شفنا زي المكوا اللي بيشتغل على الفحم شفنا المجسمات وشفنا الأصنام والمسدسات الإنجليزية والتركية أنا ما توقعت أن أشوف كل هاي الأشياء شفنا سيوف يمنية وحجار للمنجنيق وقطع فخارية قديمة أنا كتير يعني مبسوطة لما أول ما دخلت ما توقعت كل هاي الأشياء أشوفها وشفت كمان مدرج روماني قديم صغير وأشياء كتير بتعود لعصر قديم وإحنا هسا الجيل هذا منحافظ عليه عشان الأجياء الجديدة تشوفوا بعدنا طبعا إحنا من كادر استقبال المدارس أبناءنا الطلبة بالمملكة الأردنيين هاشين من نختلف المحافظات وطبعا بجينا جمعيات وصواح أجانب إحنا من كادر الاستقبال نشرح لهم عن تاريخ الكهوف وطاريخ القطع الموجودة ومنجاوب على استفساراتهم جهود بحثية فردية كشفت في نهاية المطاف عن كنوز تبحر برفقتها إلى حضارات عديدة منها ما تم اكتشافه كهذا الكهف ومنها ما زال متفونا يخفي أسرار عوالم كثيرة مقهى الكروان القديم الذي حافظ على شكله الكلاسيكي منذ تأسيسه حتى اليوم يعد مقصد للكتاب والفنانين حيث يمنحهم الإلهام يعدها المقهى من المعالم البارزة في القطع سيف الصويتي والتفاصيل على شكله الكلاسيكي القديم ورغم العمران والحدث التي تحيط به يقف مقهى الكروان شامخاً محافظاً على أصالته وتاريخه القديم ليحتضن كل من يريد الهروب إلى الماضي ليفرغ فيه هموم الحاضر حكاية هذا المقهى بدأت قبل أكثر من واحد وخمسين عاماً والبداية من تسميته قهوة الكروان والاسم يعود للكروان وهي حبيبة صاحب المقهى التي لم يقترم بها فقرر تسمية القهوة باسمها تخليداً وحباً لها هذا المكان الوالد الله يرحمه يعني من ثمسين سنة كان يحب وحده اسمها كروانا فلما فتح المكان سمها المقهى باسمها الكروان يعني من كتر مكان يحبها طبعاً وحجتنا بتعرف الكلام هذا هذا المكان مكان شعبي يعني اللي بيتراوضوا ناس بسطاء مع أنه زمان ما كانش يتراوضوا للناس كبار البلد وما زلنا برضو نفس الاشي محافظين على نفس المكان يعني الطلبات هي هي ما زودناها ما طورناش يعني لأنه السعر محدود عنها الطلب السعر معدود كله زي بعض تشرب شاة تشرب قهوة تشرب ينسون تشرب جنزبي اللي هو القيمار السعر معروف يعني واحد مقهى الكروان يجسد الحياة التقليدية للبسطاء والعامة من الناس فهو من المعالم الهامة لمدينة غزة هنا يجتمع خليط شعبي من الناس المثقف والفنان والصحفي والبائع المتجول وطلبة الجامعات وكبار السن والشباب وكل من يهوى الهروب من ضغوطات الحياة والاستمتاع بأغاني الزمن الجميل فمنهم من يأتي ليكتفي بوسائل التسلية واللعب بأوراق الشدة والطاولة ومنهم من يعطيك في النهاية وجبة دسمة ومتكاملة من المعلومات والأخبار وآخرين يتبادلون الحديث بحال المجتمع والمدينة هذه القهوة بنضيع فيها وقت وبنشوف أصحاب وبنشوف الناس والواحد يعني فيش مكان اللهية لا نوادي ولا حاجات يعني يسهلها فيها لها القهوة بنقعد فيها بلقى الأصحاب والناس الطيبة بنسلها وبنلعب طاول الظهر كنا وشدة وإشي ونضحك مع بعض يعني جيل بعض ما يميز القهوة معالمها القديمة والأثرية فصاحب القهوة والذي ورثها عن والده لا زال يحافظ على نمط القهوة منذ نشأتها هنا تجد كراس خشبية مرت عليها عدة سنوات وطاولات حديدية مستديرة يكسوها اللون الرمادي فهي إلى حد ما تشبه المقاهي المصرية القديمة أما عن جدران المقهى فأصبحت مع مرور الأعوام عليها لوحات تحمل صورا مهترئة ومعلقات لشخصيات فلسطينية واخرى عربية قديمة وخربشات لزبائن المكان الذين يكتبون ذكرياتهم على الجدران التي كستها السنوات سوادة وبعيدا عن ضجة الحداثة يقدم المقهى مشروبات لا تتعدى حدود الزمن الماضي كالشاي والقهوة والينسون وغيرها من المشروبات الساخنة الصحية والأشبية مع وجود الأرقيرة التي لها شكلها ولونها المختلفان بتحس كل شيء له طعم تاني في القهوة الشاي القهوة الحاجات البدائية اللي هما بيستعملوها في المكان هذا لها طعم تاني بتحسسك بتراجعك للزمن القديم الحلو الزمن البسيط بيختلف عن باقي الكافهات الدوشة اللخمات اللي بيعملوها الشباب يعني أغلب رواد القهوة ناس مثقفة وناس من الطبق الكويسة ولعل توافد الناس من كل شرائح المجتمعي إلى القهوة جعلها مشهداً مصغراً لمدينة غزة فتجد المخرجين والفنانين يستمقون أعمالهم الفنية والمصرحية من داخل القهوة لتصبح نواة الأفكار للكثير من الأعمال والتعرف على تجارب جديدة في الحياة أقدم مكاني هو الكراوان متعارف عليه يعني 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 أين ما بدأك يطلح قولي الكراوان معروف الكراوان طبعاً إحنا الطاولات معروفة الكراسة معروفة يعني فيه بمسه من سلسلات يجي بيأخذوا الكراسة منها على أساس يصوروا مكان قديم والمقرده كان يطلح عليه يعني أغلب الفنانين أغلب الكتاب زي مروان بارزاك سعيش بلفل يحسن راسمار وفير يعني ضجيج مكاني واختلاط أصوات الزبائن لا يمنعك أن تفعل ما تريد ثم ترحل تاركاً خلفك هموماً أفرغتها على طاولة لن يكلفك الجلوس عليها سوى القليل من المال راحة قد لا تجدها في أكثر المقاهي حداثة وفخامة أما الأسعار زهيدة وفي متناول الجميع فأنت لست بحاجة إلا إلى صديق أو فنجان قهوة أو بعض التأمل في ذكريات الماضي الجسر مش كمان هدات بال كمان المكان حكم أنه قديم رواه دكتار من فئات عمرية مختلفة صغيرة وكبيرة ناس ختيارية ناس مثقفة ناس متقاعدة ناس تعمل فبتلاقي هنا فئات مجتمع كثيرة موجودة بتتوارد على هذا المكان فممكن هدي تديك أفكار كمان في إنك تحدد شخصياتك اللي تشتر عليها إلا بحكي لك يا أنا واحد من الممثلين أو المعدودين في غزة ممكن هنا ألاقي كاراكتر ضايع مني أنا مش عارف أعلم ممكن ألاقيه هنا في أي شخصية وقبل هيك صارت يعني قبل هيك صارت فعلا فيه مصلحيات مثلا استوحية شخصياتها واستوحية الكاراكتر العام تبع الشخصيات وأداء الحركة تبع الشخصيات من بعض الشخصيات اللي موجودة هنا اللي أنا بأجدها وبتطلع عليها وبتبعها من سنين وهي بتيجي بنفس الهيكلية بنفس الهيئة بنفس اللبس بنفس الحركة في هذا المكان وجوه كثيرة تبدلت ووجه الكاراواني ما زال قائما شامخا لا تتغير ملامحه رغم شيخ ختيما كان يرتاده ووفاة صاحبه الذي نقلت تجربة إلى أبنائه ذهبت تلك الأجيال جميعها إلا أن أناسا آخرين ما زالوا يحاولون الحفاظ على هذا الموروث التقافي والتراثي القديم لا هون بيكون وصلت حلقتنا إلى النهاية بودعكم على أمل أني يلتقي فيكم أسبوع الجاي بنفس التوقيت إلى اللقاء اشتركوا في القناة